يعطيكم الآفة يا شباب التوجيه الأدبي نكمل أيضا في هذه الحصة إن شاء الله موضوع المشتقة الأولى وهو المشتقة إيجاد المشتقة الأولى باستخدام التعريف العام للمشتقة الأولى عنده نقطة طبعا إحنا تكلمنا بالموضوع السابق قلنا إنه شو قالوا قوانين المشتقة الأولى فيه عندنا أولا عندما يطلب إيجاد قافة حلسين أو هافة حلسين إيجاد المشتقة الأولى للإقتران هذا القانون الأول أو المطلوب الأول الآن إذا طلب إيجاد المشتقة الأولى عنده نقطة يعني قال لي جد قافة حلسين باستخدام المشتقة الأولى عنده نقطة واحد مثلا عنده نقطة سين تساوي واحد هون باستخدم القانون هذا عندي واحد باستخدم القانون الآن التالي رقم اثنين باعطيه رقم اثنين هون بقول اثنين القانون عند عندما يطلب ايجاد المشتقة الاولى عنده نقطة محددة عنده نقطة محددة هون بستخدم القانون بقول كالاتي قاف فتحة لألف اللي هي سين تساوي ألف نفرضنا سين تساوي واحد حط واحد على طول بقول نهاية عندما ها تقترب من سفر هون قاف لسين طبعا مكان سين الآن بعوض ألف ما بصير أعوض سين بعوض ألف مكان سين ألف زائد ها ناقص قاف للألف على ها على ها مثال مثال نشوف كيف نحل هذا السؤال أو على هذا القانون إذا كان قاف لسين تساوي جذر مواحد أو سين زائد ثلاث سين زائد ثلاث جد قاف فتحة للواحد باستخدام تعريف المشتقة الأولى المشتقة الأولى الحل نشوف كيف نكتبه مباشرة الآن أقول قاف فتحة للواحد ما في دعي أحط القانون خلاص هون ما بحط القانون قاف فتحة للواحد تساوي نهاية ها تقترب من سفر قاف للواحد زائد ها لاحظوا كيف واحد زائد ها ناقص الآن واحد زائد ها خلصناها ناقص قاف للواحد على ها على ها يساوي نهاية ها تقترب من سفر الآن واحد زائد ها يعني بدي أعوض بالقانون اللي تحت الجذر هون أو الاقتران اللي تحت الجذر بدي أعوض مكان سين واحد زائد ها فشو بدأ تصير معي بدأ تصير معي كالآتي ما بحط قاف لسين ولا قاف ولا إشي خلاص ما زي ما تعلمنا بالموضوع الأول بقول تحت الجذر مكان سين بحط واحد زائد ها زائد ثلاث هيك أرى عندي ناقص قاف للواحد أنا عندي هنا قاف للواحد يعني مكان سين بدي أعط واحد يعني واحد زائد ثلاث هيك على ها يساوي نهاية ها تقترب من سفر الآن أبسط واحد زائد ثلاث أربعة زائد ها أو ها زائد أربعة ها زائد أربعة ها تحت الجذر ناقص ناقص بحطه هون جذر الأربعة واحد زائد ثلاث اللي هي أربعة جذر الأربعة اثنين على ها نلاحظ الآن أنه صار عندي نهايت ها إذا عوضنا مكان ها سفر رح يطلع عندي جذر الأربعة اثنين ناقص سفر على سفر فهنا شو بدي أعمل هذا بتتذكر اللي هو الضرب المرافق هون لازم أستخدم الضرب المرافق شو بعمل بقول نهاية ها تقترب من السفر جذر ها زائد أربعة ناقص ثلاث على ها هذا الأول ضرب شو مرافقه هذا المقدار لهو ها زائد أربعة زائد اثنين على ها زائد أربعة وزائد اثنين زائد اثنين خارج الجذر يساوي نهاية عندما ها تقترب من السفر الآن تعلمنا إحنا كيف نضرب المرافق والجذور ببعضها جذر ها زائد أربعة بجذر ها زائد أربعة هي ها زائد أربعة فقط ناقص بزائد ناقص اثنين باثنين أربعة هاي خلصنا من البسط الآن المقام ها فيه نضرب المقامين ببعض جذر ها زائد أربعة زائد اثنين داخل القوس يساوي نهاية ها تقترب من سفر الآن أربعة ناقص أربعة خلصنا منها يظلي عندي فوق ها وتحت ها في جذر ها زائد أربعة زائد اثنين أختصرها مع ها يساوي نهاية ها تقترب من سفر فوق ذلة واحد واحد على جذر ها زائد أربعة زائد اثنين بعوض مكان ها سفر بعوض مكان ها لأنه خطوة تعويض السفر نهاية ها تقترب من سفر واحد على جذر ها قلنا العوض سفر شفوي بظل زائد أربعة جذر الأربعة اثنين زائد اثنين يساوي نهاية ها تقترب من سفر تحت بصير أربعة واحد على أربعة نهاية الربع يساوي ربع طبعا دائما دائما شباب هنا في موضوع تعويض او ايجاد المشتقة الأولى عنده نقطة استخدام التعريف العام لازم يطلع عندي عدد بالأخير لاني انا اشتق عدد بالنسبة لعدد اجد المشتقة الأولى بالنسبة لعدد عشان عنده عدد اذا لازم يطلع عندي هون عدد في النهاية بالعكس من الحالة الأولى ايجاد المشتقة الأولى قافت على سين فقط ما قال لدي عنده نقطة فلازم فأحيانا بتطلع عندي اثنين سين نقص يعني بتطلع مش عدد كامل في متغير اثنين سين سين طلعت عندي هذا المثال على هذا او هذه الفكرة ناخذ مثال آخر وضحنا كمان اكثر واكثر مثال اذا كان قاف لسين يساوي على سين ناقص واحد او سين ناقص اثنين جد قاف فتحة للثنين استخدام تعريف المشتقة الاولى استخدام تعريف المشتقة الاولى الحل الآن انت اب Konstor اذا طلب مني اجد اول اشي قاف فتحة هل سين اذا طلب مني بالبداية اوجد قاف فتحة هل سين بعدين قال لي ثم جد قاف فتحة هل الثنين باجد اول اشي قاف فتح هل وسين او بعوض الثنين في المشتقة في الناتج خلص بعوض الثنين في المشتقة او ارد اعيد من جديد بس الافضل أنت أوجدت المشتقة الأولى عنده سين عوض الثنين في قافة حالي طلعت معك طبعا طريقة الكتاب أنك بتحلها مرتين طريقة الكتاب أنك بتحل القافة حالي سين بالأول بعدين قافة حالي لكن الطرق كلها صحيحة كل الطرق صحيحة الحل أهلا مطلوب مني قافة حالي الثنين بقول قافة حالي الثنين تساوي نهاية عندما هات تقترب من سفر قاف الثنين زائدها ناقص قاف للثنين على ها ساوي نهاية عندما ها تقترب من سفر الآن الثنين ها نكتب القانون الاقتران الأصلي هون بس مكان سين بدي أعوض اثنين زائدها فبنقول واحد على سين بحط اثنين زائدها الآن ناقص اثنين أصلا هي ناقص اثنين هاي خلصنا من اسم الاول اول اللي قبل الناقص الناقص بعده ايش هون معلش شباب لأن لو عوضنا اثنين رح تطلع سفر فخلي هاي ثلاث خلي هاي ثلاث فبصير عندي هون اثنين هون ناقص ثلاث الآن واحد على اثنين ناقص ثلاث اثنين ناقص ثلاث اللي هي سالب واحد اثنين ناقص ثلاث اللي هي سالب واحد فبصير عندي واحد على واحد على سالب واحد يعني كل المقدار سالب واحد يعني بطلع سالب واحد على الكل على ه على ه يساوي نهاية عندما ه تقترب من سفر الآن بصير عندي هون نخلي نطلع واحد على ها بره الأصلية هاي طلع على بره يظل عندي هون اثنين ناقص ثلاث سالب واحد إذن ها ناقص واحد يعني واحد على ها ناقص واحد عرفنا كيف جبناها هاي نين ناقص ثلاث اللي هي سالب واحد فبنرتبها نخلي العدد ها بالأول بعدين ناقص واحد وراء ناقص في ناقص زائد واحد هاي بينقوسين الآن هون في عندي هاي خليناها بينقوسين الآن في عندي هون كسر زائد عدد صحيح بوحد المقامات بوحد المقامات سير معي كالآتي نهاية ها تقترب من السفر ضرب واحد على ها الآن قلنا نوحد المقامات هاي بنعطيها مقام واحد إذن المقام الموحد هو ها ناقص واحد ها ناقص واحد الآن زي ما تعلمنا قلنا احنا بنضرب قطري بهذا الشكل واحد في واحد واحد بينهم زائد طبعا هون ها ناقص واحد بتصير هاي ها ناقص واحد أو نقسمك ها يعني احنا قسمناك الآتي ها ناقص واحد على ها ناقص واحد واحد وها ناقص واحد على واحد ها ناقص واحد بدي سير عندي فوق ها ناقص واحد يعني بضربها هيك ها ناقص واحد في الواحد وهون قسمت ها ناقص واحد على ها ناقص واحد واحد بضربها بالواحد سير بهذا الشكل الآن واحد ناقص واحد راحت يساوي نهاية ها تقترب من سفر عندي ها بالبسط وهون ها ناقص واحد هون ضرب واحد على ها لاحظوا هون المهم عندي ممنوع اختصر هون وهون ممنوع هاي هاي الموضوع بالمستقى الأولى بالتعريف العام ممنوع هون بحالة وجود الكسر ووجود ها يعني بدي أختصر البسط مع الها الأصلية اللي بالمقام الكبير هي اللي بدنا نختصرها بقول ها معها طبعا هون أصلا ما بصير أختصر لأنه ها ناقص واحد ممنوع أختصر هون أصلا لأنه في عندي سالب واحد فبصير عندي الناتج إذن ساوي نهاية ها تقترب من السفر ظل عندي كل المقدار واحد على ها ناقص واحد واحد على ها ناقص واحد بعوض الآن مكان الها سفر بصير عندي نهاية ها تقترب من سفر مكان الها حطينا سفر بظل عندي واحد على ناقص واحد اللي هي ناقص واحد كلها المقدار نهاية ها أو نهاية ناقص واحد هي ناقص واحد هذا التمرين مهم شباب هذا مهم التمرين تبهلوا هذا مهم عشان الكسر مهم هذا نأخذ مثال سريع مع أنه طبعا هاي الفكرة تعمم يعني على جميع الأمثلة وما في يعني أنه تعقيد بس خلينا نأخذ مثال أبسط شوي أو أسرح حلا مثال إذا كان قاف لسين يساوي سين تربيع ناقص أربعة جد قاف فتحة للثلاثة استخدام تعريف المشتقة الأولى حل مباشرة خلص يعني تعودنا قاف فتحة للثلاثة تساوي نهاية عندما ها تقترب من السفر قاف ثلاثة زائد ها ناقص قاف للثلاثة على ها تساوي شايفين كيف أنا بحل بسرعة ها تقترب من سفر ثلاثة زائد ها مكان سين بقول ثلاث زائد ها تربيع ناقص أربعة هاي خلصنا من القسم الأول اللي قبل الناقص ناقص قاف للثلاثة يعني دعوض الثلاثة هون ثلاثة تربيع تسعة تسعة ناقص أربعة خمسة على ها نساوي نهاية ها تقترب من السفر عندي هون أول شي أبدأ فك التربيع قوس التربيع زي ما تعلمنا بالورقة الأولى كيف نفك التربيع مربع الأول ثلاثة تربيع تسعة زائد مربع الثاني إذن زائد ها تربيع زائد اثنين في الأول في الثاني اثنين بثلاثة ستة بها ستة ها ناقص أربعة ناقص خمسة ناقص تسعة عددين سالبين نجمعهم جمع عادي على ها الآن يساوي يساوي نهاية ها تقترب من سفر عندما ها تقترب من سفر تسعة ناقص تسعة ها ينبين الإشارة الناقص بينهم فبتروح شو بظل عندي ها تربيع زائد ستة ها على ها آها رجعنا الموضوع لعامل المشترك هون ضروري لازم عامل المشترك شاوي نهاية عندما ها تقترب من سفر طلع عامل المشترك ها تربيع هاي عبارة عن ها تربيع هاي ستة ها فعندي هنا بفتح قوس زي ما قلنا طبعا على ها الكل ها تربيع هي ها عفوا ها تربيع هي ها ضرب ها بطلع ها بره بظلها جوه زائد ستة ها بطلع ها بره بظل ستة باختصر ها مع ها بظل عندي نهاية ها زائد ستة بين قوسين عندما ها تقترب من سفر بعوض بكان ها سفر نهاية ها تقترب من سفر سفر زائد ستة إذن يساوي نهاية عندما ها تقترب من سفر سفر زائد ستة ستة ويساوي نهاية ستة يعطيكم العافية